موسيقى خلال مدخلة بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة مدبولي يؤكد أن الدولة أطلقت تشريعات جديدة لبناء قاعدة تشريعية محفزة للاستثمار تحت رعاية الرئيس السيسي مدلس النواب يعلن تنظيم المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب بشرم الشيخ الشهر المقبل انتخاب نبيه بري رئيساً لمجلس النواب في لبنان للمرة السابعة على التوالي الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت بلانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بحضراتكم موسيقى شارك الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في نسخته السادسة والذي يوقد في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضر المؤتمر عدد من الوزراء والمسؤولين ونخبة من رجال الصناعة والاقتصاد وعدد من ممثلي الشركات العالمية والمصريين بالخارج وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المؤتمر يأتي اتساقاً مع رؤى مصر في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجل أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة استثمرت مئات المليارات من الجنيهات لخلق بنية أساسية قوية من شبكة تورق قوية وشبكة موان بحرية وجفة ومناطق لوجستية وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تحرقت كذلك في مجال تهيئة مناخ الأعمال من خلال تعديل العديد من التشريعات وإطلاق تشريعات جديدة ليصبح لدينا قاعدة تشريعية محفزة للاستثمار الدولة المصرية استثمرت وهذه الاستثمارات بمنتهى الأمانة لم يكن أي كيان آخر بخلاف الدولة قادر أنه يعملها فكان البديل قدامنا لابد من الاستثمار بمئات المليارات من الجنيهات علشان نخلق هذه البنية الأساسية اللي تخلينا النهاردة وإحنا قاعدين بنتكلم إحنا ممكن نعمل كذا آه قادرين نعمل كذا عندنا الطاقة الكهربائية التي تمكننا من ذلك عندنا الشبكة الموجودة عندنا أراضي صناعة مرفقة وعندنا مجمعات صناعية جاهزة لو حب أي مستثمر كبير أو صغير أنه يدخل ويطلب أنه هو يشتغل عندنا هذه الأماكن الجاهزة كان لازم نتحرك في تهيئة منخ الأعمال وكان عندنا مجموعة من التشريعات اللي ذكرت أنك لازم تتعمل لها ياما التشريعات جديدة أو التشريعات يتم تعديلها وهذا هو اللي قمنا به وفيما يتعلق بالموافقات المطلوبة لتشغيل المصانع أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى التوجهات الصادرة بتولي هيئة التنمية الصناعية للحصول على الموافقات من مختلف الجهات نيابة عن المستثمر على أن تصدر الرخصة في مدة زمنية لا تستغرق أكثر من 20 يوم عمل وأشار مدبولي إلى أن هذا الإجراء وإجراءات أخرى تم اتخاذها سعيا من الدولة لتقديم المزيد من التيسيرات بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية تحركنا مؤخرا في موضوع الأراضي كان دايما هناك شكوى طب أنتوا بتطرحوا الأراضي بس أليت الترح ما بتمكنناش كمصنعين حقيقيين أن احنا نحصل على الأراضي اللي احنا محتاجينها في الأماكن اللي احنا عايزين طلعنا قرار أن احنا حيبقى الأراضي أساس إتحتها موضوع حق الانتفاع أو شرى الأرض أو بيع الأرض ولكن أساس التسعير في كل التوجهين سعر المرافق فقط لغير مع تيسيرات في السداد عشان أشجع المصنعين أن هما يحصلوا الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع بس بشرط أن يتم الإنشاء والتشغيل في أسرع وقت ممكن موضوع الموافقة وكانت دايما أن الشكوى من الحصول على العديد من لابد عشان نعمل مصنع أنا عايز محتاج كعب داير ألف على أكتر من جهة في الدولة علشان أن أنا أحصل على الموافقات بتاعتي أصدرنا التوجهات أن الكلام ده كله يتم من هيئة التمية الصناعية وهي اللي تبقى ملزمة بعد كده أنها تجيب كل الموافقات بتاعة باقي الجهات قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على إعلان خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية وأكد مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده لاستعراض مقترح الخطة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين أن الخطة تأتي في إطار استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ قاب 27 مضيفا أنه تم بالفعل إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤتمر ومن جانبها استعرضت توزيرة البيئة مقترح وثيقة المساهمات الوطنية المحدثة لمصر 2030 وفي ختم الاجتماع وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال الاجتماع في الاعتبار وإعادة عرض الوثيقة في صورتها النهائية في اجتماع لاحق وصلت الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء عقد اجتماعاتها حيث ترأست مساعد أول رئيس مجلس الوزراء رندل منشاوي الاجتماع الثاني للوحدة التي تم تشكيلها بقرار من رئاسة مجلس الوزراء لمناقشة واستعراض سبل إزالة المعوقات التي تواجه عددا من المستثمرين والشركات وإيجاد حلول فورية لها خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه جار العمل على إتاحة منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء تتلقى المشكلات من المستثمرين تمهيدا لعرضها على المجلس مع تكوين مجموعات عمل مخصصة للتعامل مع ما يرد عن طريق تلك المنظومة هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعريف بمهام الوحدة ودورها في التعامل الفوري مع مشكلات المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب وأليات التواصل مع الوحدة في إطار النشاط المكثف للديبلوماسية البرلمانية المصرية في كافة المحافل الدولية والإقليمية ينظم مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة المستشار الدكتور حنفي دبالي رئيس مجلس النواب أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب من المقرر أن يعقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من الخامس عشر وحتى السادس عشر من يونيو المقبل بحضور شخصيات إقليمية ودولية رفيعة المستوى حيث يتبنى المؤتمر في نسخته الثامنة قضية تغير المناخ والذي حرص مجلس النواب المصري على إدراجها كقضية عالمية ومنقشتها في إطار البعد البرلماني العالمي استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر الشريف وانديجا دودا رئيس جمهورية بولندا والسيدة قرينته ورحب الإمام بالرئيس البولندي وبالسيدة قرينته والوفد المرافق له في رحاب الأزهر الشريف مستعرضا تاريخ هذه المؤسسة التاريخية التي أنشأت منذ أكثر من ألف عام بهدف نشر منهج الإسلام الوسطي هذا وقد استعرض الإمام الأكبر جهود الأزهر فيما يتعلق بإرساء أسس السلام العالمي ونشر الأخوة الإنسانية وأعلن تخصيص عشر منح دراسية لطلاب بولندا لدراسة الإسلام الصحيح كما رحب بتدريب الأئمة البولنديين في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ ومن جانبه أعرب الرئيس البولندي عن تقديره لدور علماء الأزهر الشريف في مكافحة التطرف والتعصب ومخاطبة الشباب والنشأ بالحجة والعقل انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك الموج الأحمر 5 والذي تجرى فعالياته بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر ويستمر لعدة أيام بمشاركة القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن تتضمن المرحلة التحضرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات لتحقيق التفاهم بين كافة العناصر والقوات المشاركة كما يشمل التدريب أيضا تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لسقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب وفي سياق المتصل انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي والذي تستمر فعالياته لعدة أيام بسعودية اتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال جوي مشترك وتنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية بمشاركة تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام لكل الجانبين تأتي تلك التدريبات في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال والوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف في إطار حرص القوات المسلحة على التواجد في كافة المحافل الدولية التي تسهم في إثراء روح الفنون والإبداع شاركت إدارة الموسيقات العسكرية في فعاليات افتتاح وختام مهرجان الطبول والفنون التراثي الدولي في دورته التاسعة والذي أقيم بمصر وقد قدمت الموسيقات العسكرية عددا من العروض الفنية والمعزوفات التي تمثل تراثنا الثقافي والفني الراقي كما شاركت الموسيقات العسكرية في مراسم افتتاح وختام البطولة الإفريقية الثانية لمنتخبات الرجال والسيدات للبولينغ التي أقيمت بمصر حيث قدمت عددا من العروض المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 149.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 22 طن مواد غذائية وغير غذائية أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم دبط أكثر من 127 طن وفي مجال قضايا المخابز تم دبط 614 قضية من بينها 182 قضية خبز ناقص الوزن و188 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فتم دبط 12 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 185 طن أقماح محلية شارك وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شكري في الاجتماع الوزري السادس حول عمل المناخ والذي يعقد بالعاصمة السويدية ستوكولم ألقى شكري كلمة خلال الاجتماع أبرز خلالها ضرورة التحرك العاجل لتنفيذ تعهدات المناخ واتفاق باريس لتغير المناخ وأوضح شكري خلال كلمته ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز عمل المناخ الدولي خاصة فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات بجانب بحث الخسائر والأضرار وتوفير تمويل للمناخ أكد وزير الخارجية سامح شكري اهتمام مصر بتطوير التعاون الثنائي مع السويد في عدد من المجالات أبرزها التنمية والاستثمار والتجارة والتحول الأخضر والسياحة جاء ذلك خلال لقاء الوزير شكري مع وزيرة الخارجية السويدية أن ليند لبحث سبب مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وذكرت وزارة الخارجية أن الوزيرين توافق في ختم اللقاء على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي واستمرار التشاور والتنصيق كما التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نائب رئيس المفاوضية الأوروبية التنفيذي المعني بموضوعات تغير المناخ ووزير البيئة وتغير المناخ الكندي جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزري السادس حول عمل المناخ بالسويد هذا والتقى وزير الخارجية سامح شكري خلال الاجتماع الوزري السادس حول عمل المناخ بكل من مبعوثة المناخ الألمانية والسكرتير التنفيذية للاتفاقية الإطارية ووزيرة الدولة الأرجنتينية لتغير المناخ إلى لبنان حيث فاز نبيه بري برئاسة مجلس النواب اللبناني لأربع سنوات مقبلة من الجولة الأولى بالأغلبية المطلقة حيث حصل على 65 صوتا من بين 128 صوتا جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية التي عقدها المجلس الجديد اليوم يأتي فوز بري برئاسة مجلس النواب للمرة السابعة على التوالي وكانت المرة الأولى في أكتوبر عام 1992 أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية العلاقات المصرية العراقية وضرورة العمل على رفع مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجلات جاء ذلك خلال استقباله السفير المصري لدى العراق وليد محمد إسماعيل والذي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس العراقي ودعوة رسمية لحضور مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية مواجهة تحديات الإرهاب والمناخ مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات العراقية البريطانية جاء ذلك خلال لقائه السفير البريطاني لدى العراق لبحث العديد من سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومواجهة كافة التحديات المشتركة المتمثلة في مكافحة الإرهاب وتقلبات الأوضاع الاقتصادية استعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وضرورة دعم الحوار والطلاقي لإنهاء الأزمات وتخفيف التوترات في المنطقة بالإضافة لاتخاذ أي خطوة من شأنها تعزيز السلم والاستقرار الإقليمية أطلقت القوات الأمنية العراقية عملية أمنية واسعة في نينوى شمال البلاد لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي وأجرت القوات الأمنية عملية تفتيش واسعة النطاق بدعم من الجيش في جنوب شرق مدينة تلعفر بنطاق المحافظة لملاحقة والقضاء على عصابات داعش الإرهابية أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن فصل مزيد من البنوك الروسية عن نظام السوفت المالي سيؤثر على الاقتصاد الروسي وأضف بوريل أن الاقتفاق الأوروبي على حضر النفط الروسي يعد حلا مقبولا وفي تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى مقر نعقاد المجلس الأوروبي أوضح بوريل أن الاتحاد لديه خطة لحضر 90% من واردات النفط الروسي ضربة أوروبية تستهدف حرمان روسيا من مصدر تمويل ضخم لعملياتها العسكرية في أوكرانيا هكذا جاء قرار دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسيل بخفض الواردات من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أوضح أن قادة الاتحاد اتفقوا على فرض حضر تدريجي على واردات النفط الذي تصدره روسيا عبر السفن ووافقوا في الوقت نفسي على منح إعفاء مؤقت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب وذلك إرضاء للمجر التي هددت باستخدام الفيتو ضد هذه الحزمة من العقوبات الأوروبية على روسيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي قال إن الاتحاد سيبحث في أقرب وقت ممكن توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب لدول التكتل من جهتها تعهدت ألمانيا وبولندا بوقف وارداتهما من النفط الروسي عبر خطر أنبيب دروكبا مما يرفع كمية الصادرات النفطية الروسية التي سيتخلى عنها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام إلى 60% وتعد حزمة العقوبات الأخيرة هي السادسة ضد روسيا وهي ثمرة مفاوضات مضنية استمرت شهرا وتشمل أيضا إدراج 60 شخصية إضافية على القائمة الأوروبية السوداء إضافة إلى موافقة دول الاتحاد على إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية من بينها سبيربانك أكبر بنك في روسيا في خطوة يعول الأوروبيون عليها لزيادة عزة النظام المالي الروسي قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة على روسيا غير كافية وأضاف المسؤول أن وطيرة العقوبات التي حضرت معظم واردات النفط بطيئة للغاية كما أنها جاءت متأخرة جدا قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لابروف إن بلاده تضمن مرور السفن المحملة بالحبوب دون عوائق من الموالي الأوكرانية إلى البحر المتوسط إذا حلت أوكرانيا مشكلة إزالة الألغام من المياه الساحلية وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني أكد لابروف أن روسيا بذلت كل ما في وسعها لحل مشكلة الغذاء في العالم تحدثنا عن الإجراءات التي تتخذها روسيا لمدة لأكثر من شهر مضى وحول الحصول على عبور لهذه السفن الأوكرانية التي موجودة ضمن حصار في تلك المنطقة في المياه الأقليمية الأوكرانية والتي تم تلغيمها إذا تم حل مسألة نزع الألغام ويمكن أن نقول للزملاء الغربين القلقون بأنه روسيا يمكن أن تضمن عبور هذه السفن من دون أي عوائق وصولا إلى البحر المتوسط ومن ثم إلى وجهتها استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن تسليم أوكرانيا أنظمة قاذفات صواريخ بعيدة المدى قادرة على بلوغ روسيا رغم المطالب المتكررة من كياذ بالحصول على هذه الأسلحة هذا وحثت الحكومة الأوكرانية الغربة على تزويدها بأسلحة أطول مدى حتى تتمكن من قلب موازين المعارك التي دخلت شهر الرابع قبل أسبوع المزيد في صياق هذا التقرير خطوة أمريكية إلى الوراء هكذا فسر أعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجع بلاده عن تسليم أوكرانيا أنظمة قاذفات صواريخ بعيدة المدى قادرة على بلوغ الأراضي الروسية رغم المطالب المتكررة من كييف للحصول على هذه الأسلحة قرار رئاسي قطع الشك باليقين فيما يتعلق بمسألة الدعم العسكري الأمريكي للحليف الأوكراني في ظل تقارير أعلامية كانت تتحدث عن اقتراب واشنطن من تسليم كييف أنظمة قاذفات صواريخ متعددة بعيدة المدى وذلك بعد موافقة الكونغرس على مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار وذكرت التقارير أن من بين الأسلحة المزمع تزويد الجيش الأوكراني بها قاذفات من طراز M270 وهي آليات حديثة يسهل نقلها ويبلغ مداها 300 كيلو متر كما درى الحديث عن نظام يسمى هيمار يبلغ مداه 150 كيلو مترا وهو أبعد بكثير من قاذفات الصواريخ M777 التي تسلم إلى كييف حاليا ولا يتجاوز مداها الفعلية 40 كيلو مترا وحثت الحكومة الأوكرانية الغرب على تزويدها بأسلحة أطول مدى حتى تتمكن من قلب موازين المعارك التي دخلت شهرها الرابع قبل أسبوع وتواجه القوات الأوكرانية حاليا صعوبات في دونباس حيث يتركز الهجوم الروسية حول مدن أساسية وتقدمت القوات الروسية نحو وسط سيفيروناتسيك التي تتعرض للقصف منذ أسابيع أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين بأوكرانيا إلى 8900 ما بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية وذكرت المفوضية في بيان أنه تم تسجيل 4074 قاتيلا بالإضافة إلى 4826 مصابا وأوضح المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة المتفجرة ذات نطاق تأثير واسع بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية أعلنت أوكرانيا تصدير نحو 47 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقلية منذ بداية العام الحالي وقالت كييف أن إجمالية صادراتها من الحبوب خلال شهر مايو الجاري بلغت مليون وستين ألف طن رغم العملية العسكرية الروسية وتلعب أوكرانيا دورا كبيرا كمصدر للغذاء في العالم حيث تسهم بتوفير 42% من زيت عباد الشمس عالميا و16% من الذرة وتسعة بالمئة من القمح قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الحديث عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية يقودنا إلى تناول موضوعات الأمن القومي العربي والأمن الغذائي وأكد أبو الغيط في كلمة له خلال أعمال الدورة العادية الثالثة والخمسين للجنة التنصيق العليا للعمل العربي المشترك والتي شارك فيها عبر تقنية الفيديو كونفرنس أكد أن الفجوة الغذائية ستتفاقم إن لم تتدخل الدول لعلاجها وأن معدلات التضخم ارتفعت في كل الدول بلا استثناء تسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بتعطل كبير في إمدادات الغذاء العالمية حيث تنتب أوكرانيا بجانب روسيا ما بين 25 و 30% من إمدادات الحبوب في العالم وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن بلاده مستعدة لمناقشة سبل تمكين أوكرانيا من استئناف شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود المزيد في سياق هذا التقرير في ظل حالة من عدم اليقين بشأن الأزمة الأوكرانية ومآلتها على الأمن الغذائي العالمي بسبب إسهام روسيا وأوكرانيا بقرابة ثلث إمدادات القمح العالمية تبدو الأمور معقدة في هذا الإطار مع محاولة كل طرف استخدام مختلف نقاط القوة التي يمتلكها لإضعاف الآخر الكريملين أوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألمني أولاف شولتس بأن روسيا مستعدة لمناقشة سبل تمكين أوكرانيا من استئناف شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود وإيجاد البدائل لتصدير الحبوب دون عوائق بما يسهم في حال الأزمة الغذائية العالمية فضلا عن زيادة الصادرات الروسية من الأسمدة والمنتجات الزراعية في حال رفع لعقبات مفروضة عليها وهو ما فرضته الولايات المتحدة الأمريكية ومع تحذيرات مستمرة من الأمم المتحدة من تفاقم أزمة الغذاء حول العالم تحاول دول غربية أخرى كبريطانيا وإيطاليا إيجاد سبل لحل الأزمة واستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا لتجنب أزمة غذاء عالمية اعتهمت أوكرانيا ودول الغربية روسيا باستخدام أزمة الأغذية كسلاح فيما تلقي موسكو باللوم على نهج العقوبات الذي يتبعه الغرب في التعامل معها ما تسبب في تصاعد أسعار الحبوب وزيوت الطعام والوقود والأسمدة لتظهر معالم أخرى للصراع الروسي الأوكراني تؤثر على الاقتصاد العالمي برومته أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن أوروبا قد تواجه نقصا في الوقود هذا الصيف بسبب الشح في أسواق النفط كما حضر بيرول من أن أزمة الطاقة الحالية أكبر بكثير من صدمات النفط في السبعينيات مؤكدا أنها ستدوم لفترة أطول تواجه ألمانيا أكبر موضة تضخم منذ خمسين عاما بسبب الأزمة الأوكرانية وقالت وكالة الإحصاء الألمانية أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 11% خلال شهر مايو الجاري ألمانيا أحد أكبر الاقتصادات العالمية تواجه موجة تضخم غير مسبوقة عبر تاريخها بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الألمانية أظهرت أن معدل التضخم في البلاد ارتفع خلال شهر مايو بنسبة 7.9% وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة هم السببين الرئيسيين لهذا المستوى القياسي من التضخم غير المسبوك وذلك منذ 50 عاماً وسجلت تكاليف الطاقة ارتفاعاً بنحو 38% خلال الشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فيما ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 11% ويعد هذا أعلى مستوى من التضخم تسجله ألمانيا منذ إعادة توحيدها وهو مستوى مشابه لما سجل بين عامي 1973 و 1974 عقب أزمة النفط العالمية مستويات التضخم المرتفعة في ألمانيا أثرت على قدرة المستهلكين على الشراء وبالتالي أضعفت القوة الشرائية هذا وتخطط السلطات الألمانية لسلسلة إجراءات وسياسات لمحاولة تخفيف الأعباء على المستهلكين وبخاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة وقد يتضمن ذلك إصدار بطاقات شهرية للنقل العام خلال الفترة بين يونيو وأغسطس القادم ومنح خصومات في محطات الوقود تعاهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم مدلس الاحتياطي الفيدرالي في جهوده لمكافحة التضخم هذا ومن المقرر أن يكتمع بايدن مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيرون باول في البيت الأبيض اليوم في أول اجتماع منذ تولي باول مهم منصبه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات أعلنت الحكومة البريطانية مدى عمل المحطات الحرارية العاملة بالفحم الحجري في البلاد لمواجهة أزمة الطاقة وطلب وزير الطاقة البريطاني من مشغلي آخر ثلاث محطات حرارية في البلاد لا تزال تعمل بالفحم الحجري إبقائها مفتوحة وكان يفترض أن تخرج هذه المحطات من الخدمة نهائيا في سبتمبر المقبل في البرازيل ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها البلاد إلى 91 قتيلة مشيرة إلى أنه ما زال هناك أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين يأتي هذا بينما ضرب إعصار أجافا ساحل جنوب المكسيكا على المحيط الهادئ مصحوبا بأمطار غزيرة ومخاطر وقوع فيضانات مع اتجاه العاصفة نحو الشمال الشرقي غضب الطبيعة يواصل اكتياحه لعدد من دول أمريكا الجنوبية مخلفا قتلى وجرحى ودمارا ضخما في أنحاء وسعى من دول القارع في شمال شرق البرازيل أعلنت السلطات مصر على المئات ونزوح ألاف الأشخاص وفقد العشرات من جراء الفيضانات وعززت السلطات البرازيلية حالة التأهب من مخاطر الانهيارات الأرضية التي لا تزال مرتفعة خاصة مع استمراره طول الأمطار وإن كان بدرجة أقل من السابق في الوقت نفسه كثفت السلطات المكسيكية من جهودها لإزالة الحطام وفتح الطرق السريعة التي أغلقتها الانهيارات الطينية على طول الساحل الجنوبي الذي اكتاحته العصفة أجاثة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية كوارث طبيعية ومناخية تغزو دول العالم حدد بالخبراء للتحذير من انهيار النظم البيئية داعينا إلى مزيد من الجهود لإنقاذ ملايين الأرواح كل عام مع اتخاذ مزيد من الإجراءات لتفادي تدهور النظم البيئية وحدوث الصدمات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي وانتشار التلوث تفقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي ومحافظ القليبية عبد الحمد الهجان مشروعات الموارد المائية والري وتأهيل المساقي بالمحافظة أكد وزير الموارد المائية والرأية أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل 1068 كم من الترع بمحافظة القليوبية وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 334 كم حتى الآن ويجري العمل في تأهيل ترع بأطوال 690 كم وتوفير اعتمدات مالية لترع بأطوال 44 كم أخرى أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ضرورة البحث عن استراتيجيات توفر حلولا جذرية لمواجهة التلوث في البحار والمحيطات جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة الحوارية الافتراضية التي عقدت تحت عنوان الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في لجبونة حول كيفية إدارة وحماية النظم البيئية الساحلية والعمل على استعادتها وذلك بحضور إلينا بنوفا المنصقة الأمم المتحدة المقيمة بمصر وأضافت الوزيرة أن هناك ثلاثة بالمئة من البحار والمحيطات تبتعد عن الضغوط الناجمة عن الأنشطة البشرية مشيرة إلى أهمية إطلاق المباحثات الزرقاء لدمج المزيد من المجتمعات حول العالم والعمل على تقليل الضغوط البشرية وأثارها على التلوث في البحار والمحيطات في الحاج وثلاثين من مايو من كل عام يتجدد الاحتفال بعيد الأعلاميين على مدار تاريخه لعب الأعلام دورا كبيرا ومفصليا في الكثير من الأحداث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اختمت فعاليات مهرجان دور الرياضة للجميع لمراكز شباب حياة كريمة بجنوب سيناء بمشاركة 12 مركز شباب من مدن المحافظة وتضمنت الفعاليات العديدة من الأنشطة تم خلالها تنفيذ مسابقات رياضية في رياضات الكرة الطائرة والياقة البدنية وغيرها من المسابقات والأنشطة حياة كريمة اهتمت الحكومة ووزارة شباب والرياضة بالبنية الأساسية في مراكز الشباب والأندية وأوكله لنا وده شرف لنا أن احنا نعمل بنية الأساسية للإنسان لممارسة الرياضة فالنهاردة شايفين عندنا مجموعة كبيرة جدا من السيدات والفتيات والولاد والشباب في مرس الرياضة جايين من عدد من المناطق من جنوب سيناء الحبيبة من أبو زنيمة وبورديس والطور وشرم الشيخ مراكز الشباب مهمة جدا بنقول لهم احنا نهاردة بالأدوات دي بنمارس الرياضة اشتغل على كرة حياة كريمة بنعمل دوري في محافظة جنوب سيناء عدد مراكز شباب 12 مراكز شباب اللي اشتغلنا عليهم عدد المستفدين 750 النهاردة اللقاء الختامي عاملينه في شرم الشيخ في ألعاب متعددة اليوكا بدنية شد حبل طايرة يعني ألعاب كتير جدا ننفذ مشروع تبع اسمه اليوكتي مهارتي تبع التنمية البشرية تبع وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونسيف المشروع بيسادف البنات من سن 10 سنين ل 15 سنة المشروع بيهدف ان احنا ننمي البنات الاول ان هي البنت تعرف نفسها وتعرف ازاي تتعامل مع نفسها بصورة صحية تعرف ازاي تتعامل مع المجتمع تكتشف نفسها تكتشف تعرف يعني ايه البنات دلوقتي اغلبهم كل حاجة مثلا ممكن تقول ده من حقي ده من حقي زي ما انت ماليكي حق معين طلبه من بابا من ماما من مدرسك من المجتمع اكيد المجتمع ليه عليكي واجبات معينة لازم تأديها قدام الهدف دوت حبيت اكون جزء النهاردة من من مبادرة الرياضة للجميع لانه اكيد العقل السليم في الجسم السليم واكيد هيشجعني في حياتي بعد كده قدام ميهنيا وقسديا وفكريا شهدت وزيرة الثقافة اناس عبدالدايم حفل اعلان جوائز الدورة الرابع والعشرين من المهرجان القومي للسينما المصرية على المصرح الكبير بدار الاوبرا المصرية بدأت فعاليات حفل الختام بعرض فني بعنوان باب الحلم يدور حول تتابع اجيال السينمائيين وتطور صناعة السينما في مصر وما تزخر به السينما المصرية من كنوز فنية اعقبه عرض فيلم تسجيلي عن وقاء المهرجان اكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان مصر جاءت في المرتبة الاولى على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤشر الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة الصادر عن منصة البرومتر العالمي اشار المركز الى ان منصة البرومتر عبارة عن منصة تضم المؤسسات الاقليمية تسعى الى تقييم مدى توافر البيانات والحوكمة ويقيس المؤشر حالة البيانات في 109 دولة حول العالم تعتمد عليه المؤسسات الدولية لتقييم حالة الاقتصاد باعتباره مؤشرا قويا يعكس دردة الاستثمار الامن في الدولة التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط باعضاء البعثة الكورية الجنوبية من وزارة الاقتصاد والمالية التي تزور مصر حاليا اشارت وزيرة التعاون الدولي الى ان العلاقات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية تشهد تطورا كبيرا في عهد الرئيس سيسي مشيرة الى تطلع مصر لتطوير التعاون مع الجانب الكوري لأفاق اوسع من خلال التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بين البلدين والى البرصة المصرية حيث انهت تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الاسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي ربح رأس المال السوقية 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.857 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 4.100% ليغلق عند مستوى 10.150 نقطة كما صعيد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الاوزان بنسبة 38.100% ليغلق عند مستوى 1744 نقطة وقفز مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الاوزان بنسبة 28.100% ليغلق عند مستوى 2621 نقطة للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم الينا عبر الهاتف خبير اسواق المال كريم عبدالعزيز استاذ كريم تحياتي لحضرتك اولا كيف تقيم اداء البورصة المصرية اليوم اولا وانا احنا شفنا يعني اليوم التالي التالي على التوالي صعود احنا ارجو مستوى دعم مهم جدا من مستوى العشرة تلاف نقطة ده بنسبلنا مستوى الدعم الرئيسي ده احنا دايما بنحط عليه الامال الكبيرة ده من المحياة الفنية من المحياة المالية احنا وصلنا لمستويات اسعار متدنية جدا بتعكس مدى يعني جاذبية خلينا نقولها بشكل علمي جاذبية اسعار الاسهم واسعار الشركات الدولية بالشراء فده اللي بيعكس السعود بتاع النهار يعني جاذبية الاسعار بالنسبة للمستثمرين المصريين امن الاجانب ولصغار المستثمرين امن لقبار المستثمرين عام مثل بالنسبة للتصميف واجهعام طبعا ل MSM delleread 접 concise avenues c mittlerweile الاسعار غاذبية مش من النهاردة بس الاسعار فقالها فترة جزئية مش من النشارة بس انما بالنسبة للعملية التريدنج او المتاقرة طبعا أصار أنه حتى تغطير جذبة عندنا التقرير بتاع مدد وأنه كان يكلم بشكل غير إيجابي على المصر المصري طبعا ده ما هوش مقياس بالنسجة لأباء البورصة لأن بالرغم أن التقرير طلع بقاله 48 ساعة إنما من ساعة ما التقرير طلع وإحنا شايفين صعود وده يورينا شوية أن إحنا فصلين عن التقرير العالمية أو التقرير العالمية ما هيش بالدقة للتاكس توقعاتك الأستاذ كريم بالنسبة لباقي جلسات الأسبوع والله إن شاء الله بإذن الله نتوقع أن نشوف عملية تدع عربي لحد ما نختم الأسبوع لحد ما نقدر أن نحن نأكد على مستوى العشر ثلاث موطة اللي هو الدعم الرئيسي ويبتع يحصل عملية صعود من عمد جزيل الشكر لحضرتك الأستاذ كريم عبد العزيز خبير أسواق المال يخشى مربو الخيول العربية في سوريا من أن يضطروا إلى كبح جماح تقليدهم القديم في تربية الخيول بسبب الأزمة السورية الممتدة منذ نحو عشر سنوات تشير التقديرات إلى أن هناك نحو ستمائة وخمسين جوادا عربيا شمالي غرب البلاد نزولا من ثمانية ألف وخمسمائة جواد عام 2011 بأناقة وجمال تتجول هذه الخيول العربية الأكثر رواجا في العالم في استبلات مربي الخيول نايف السيد الذي تعلم كيفية تربيتها من ولده لكن بعد أكثر من عقد على الأزمة في سوريا أصبح من الصعب للغاية على هذا الرجل أن يعطي خيوله الرعاية الأساسية نحن من الأساس مربين خيل أبا عن جد ونقطعت فترة وبعدين نحن الحمد لله مش الحال ورجعنا تراثنا القديم للخيل شيء متعب في تربيت الخيل بالنسبة للعلف والطب والعلاج والأمور هاي القصف المتكرر والغارات الجوية شمال غربي البلاد جعل من الصعب العثور على طبيب بيطري لفحص الخيول والاطمئنان على حالتها في هذا السياق يقول أحد الأطباء البيطريين أنه اضطر إلى استخدام الأدوية البشرية لإنقاذ بعض الخيول عانينا الكثير في تربية الخيل بالأخص يعني بالاختص فينا نحن صحيا صحيح أن يوجد لدينا شح كبير بالنسبة للأدوية واللقاحات والأمصال والأدوات البيطرية التي تحتاج إلى معالجة الخيول بسبب هذه الأوضاع الصعبة التي مرينا فيها يعني ممكن فقدنا جزء كبير من الخيول النادرة يعني في بعض الأحيان نستعين بالأدوية البشرية والأدوية المختصة في المشترات والحيوانات الصغيرة من أجل أن نعالج هذه الحالات وتقول إحدى جمعيات الخيول العربية الأصيلة إن شمال غرب سوريا بات معزولا بسبب الحرب داعية منظمات مثل المنظمة العالمية للجواد العربية إلى دعم مربي الخيول السوريين نطلب من منظمة اللواهو أن تسجل هذه الخيول وأن يكون لها دور إيجابي والخيل لها رمزية بالنسبة لنا الشعب السوري وتشير التقديراته إلى أن هناك نحو ستمائة وخمسين جواد عربيا في شمال غرب البلاد ثلثاهم فقط مسجل لدى المنظمة العالمية للجواد العربية التي كانت تقديراتها تشير إلى وجود ثمانية ألاف وخمسمائة جواد عربي في سوريا عام 2011 بهذا التقرير عن الخيول العربية السورية نصل مع حضراتكم لختام نشرة ثالثة بقي أن نذكركم بأبرز عنوينها خلال مدخلة بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة مدهول يؤكد أن الدولة أطلقت تشريعات جديدة لبناء قاعدة محفظة للاستثمار تحت رعاية الرئيس السيسي مجلس النواب يعلن تنظيم المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب بشرم الشيخ الشهر المقبل انتخاب نبيه بري رئيساً لمجلس النواب في لبنان للمرة السابعة على التوالي انتهت نشرتنا شكراً للمتابعة نشكركم مشاهدينا ودمتم سالمين